ايه اللي بيحصل في الاهلي؟ ايه اللي بيحصل في الزمالك قبل مباراة القمة قبل ساعات من هذه المواجهة؟ تعالوا نبدأ بالنادي الاهلي ونشوف اللي بيحصل في النادي الاهلي في الكواليس قبل هذه المواجهة تعالوا نشوف في النادي الاهلي ما يدور قبل القمة مرسل كلها الموديل الفني للنادي الاهلي خلال الساعات الماضية عقد جلسة مع اللاعبين أكد لهم خلالها انه سيدخل السوبر مبادرا بالهجوم على دفاع الزمالك وانه يريد ان يعطي انطباعا لدى الجميع بان الاهل يلعب على الفوز من الديئة الاولى وان المبادرة من عنده ولكن مع ذلك اكد على التأمين الدفاع الجايد والحذر من ارتداد لعيب الزمالك يعني الاهل هيضغط الضغط العالي اللي عملوا مع مارس كولر في كل المباريات الضغط العالي هيهاجم من الديئة الاولى كمان مارس كولر قبل سفر الاهل الامارات قام بتجهيز بعض الفيديوهات الخاصة لسلسة لعبين في الزمالك هم احمد مصطفى زيزو وامام عشور وسيف الجزيرة وقام بعرضها على لعبي النادي الاهلي وخصوصا الوسط والدفاع حيث حذر المدرب السويسي لعب النادي الاهلي من اختراقات زيزو وتزديدات امام عشور ورأسيات الجزيرة بالمناسبة اخليك معايا بس قبل ما كمل انه لما تيجي اقولك الجملة دي هتقول لي يعني هو لعب النادي الاهلي ما يعرفوش زيزو يعني ما يعرفوش امام عشور ما يعرفوش سيف الجزيرة هو حرك مثلا انت كيبت لنا كده الكواليس العظيمة يعني مثلا مارس الكوروة بيقول لهم خدوا بالكم من زيزو اختراقات وهم مش فاهمين الكلام ده وما بيفرجوش على زيزو ما كل الناس عارفة الكلام ده لأ المدرب هنا بقى بيعمل ايه بيبدأ يجيب حالات اشكي قلت لك الفيديوهات بيبدأ يجيب حالات ويقطع حالات دي واحدة واحدة هو ازاي زيزو بيهرب من المدافعين هو زيزو بيستلم الكورة بشكل جيد في اين منطقة في الملعب طب احنا لو قفلنا عليه بمدافع هيبقى محتاج انت كمان الريد باك او الليفت باك يبقى معاه ووسط الملعب يبقى موجود فين طب هو امتى بيهرب في العمق لما مين بيستلم الكورة فيه تفاصيل كبيرة جدا فنية غير الحاجات المجردة بيقعد يشرحها عن لاعب لاعب في المنافس وبالمناسبة بيشرح للعبيه هذه الامور بنفس الطريقة احنا ممكن نشوف اللامسة الاخيرة نشوف الحركة الاخيرة نشوف اللاعب بشكل اه هو عمل ايه بشكل مباشر لكن قبل اللي بيعمله او قبل الاكشن اللي خده تصويبة تزديدة تواجه في منطقة الجزائر رأسية بيبقى فيه تفاصيل فنية كثيرة ده اللي بيشرحه المدرب للعبيه تعالوا نكمل مارسي كولا عقد جلسة خاصة مع البرازيلي برونوسافيو قال له نصا مباراة السوبر مهمة للغاية كونها مباراة جمهرية وما علمته ان جميل النادي الالي ستتواجد بكسافة في المدرجات وهي فرصتك لتقديم اوراء اعتمادك في مباراة كبيرة مثل السوبر وتثبت للجميع انك لاعب كبير ده اللي بيدور في النادي الالي لسه في حاجة تانية والله خلاص كده ماشي جعل نروح للزمالك ايه اللي بيدور في نادي الزمالك قبل القمة سنائي عمر السيسي وعمر جابر انضم لصفوف المعسكة الابيض في الامارات وذلك لفرض مزيد من الالتزام والتركيز على الفريق كمان البرتغالي جسفالدو فريرا المدير الفني للزمالك عقد جلسة مع لعاب الفريق اللهم فيها الموسم الماضي انتهى بكل ما فيه الامر الجيد هو حصد لقباي الدوري والكأس والامر المحزن هو خسارة بطولة افريقيا الان نحن في موسم جديد ويجب حصد بدخولة السوبر لان جميل الزمالك لن ترحم احد لانها تستحق الفرحة ده كان كلام فريرا واما يدور فيه نادي الزمالك والاهلي قبل هذه المباراة مباراة السوبر